السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله ويأهل وسهل ومرحبا اليوم لدينا جند مجهول وهو عزيز جدا وهو من أخرج لنا هذا العالم وهو محمد بن جليل الطبعي رحمه الله ذكر الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل في كتابها عمو من قال تكلم عن سيرتها يعني وكم متى حفظ القرآن ومتى كذا إلى أن قال وفي هذا كله كان أبوه ينفق عليه ليتفرغ في طلب العلم والسفر لأجله فكان أبوه في ذلك كله يمده بالمال حتى وهو في سفراته في البلدان حتى قال مر لي وطبري وفي رحلاته أبطأت عني نفقة والدي واضطررت إلى أن فتقت كمي قميصي فبيعتهما وكان أبوه بعد موته خلف له مزرعة يرسل له نصيبه منها في كل سنة ولذلك نستفيد من هذا أن نسان إن لم يكن عالما فإنه يعين طالب العلم ويحرص على يعانته بكل ما يستطيع لعل الله يجل يخرج نمثل الطبري والله عالم ترجمة نانسي قنقر